للأسف أن القنوات الفضائية تستقطب كل شخص وتستقطب من تره أن له أتباعنا أو أنه مشهور لأن هؤلاء أصحاب القنوات الفضائية لا يريدون إلا الإثارة لا يهمهم الحق يعني أهم شيء أن يستضيف من يأتي بالإثارة ولذلك يستضيفون أحيانا شخصا يخالفه شخص آخر من أجل أن يستقطبوا هؤلاء وأولئك وليس من الضروري أن كل من قال لك أو استضافك أنك تستجيب له يعني قبل أن تتحرك انتبه وهذه نصيحة نفسي أولى ثم لك فأقول لا بعد يعني لو استسقت شيئا في ظهورك في قناة أو في أي وسيلة إعلامية انتبه إن كان ظهورك أو إن كان يترتب على كلامك أنه سيسائل الدين ولو بوجه من الوجوه الضيقة فلا تقدم أنت لا تتحرك على أنك فلان لو كان الأمر يتعلق بك فلان من أن الذنب سيعود إليك أو أن هذا هو رأيك لكان الأمر أجنا لكن أنت يا فلان تتحدث باسم من؟ باسم علماء السنة دعاة أهل السنة خطأ منك خطأ عظيم وإذن قال بعض الحكماء اتقوا زلة العالم فإن زلته كالطبل طبل قوة الطبل يسمع هذا يقوله فيما مضى زلته الآن كيف تكون في وسائل الدواصل يفترض أن يكون لها مثال آخر يعني أنا أقول لنا مثل انفجار زلة العالم في مثل هذا الزمن مثل انفجار